بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا مرحوم بكم من جديد استكمال لمحاضرتنا في الانتردكشن تو ميديكال براستولوجي هنتكلم اليوم إن شاء الله على الاميونيتي ان براستيك انفكشن أو اميونيتي تو براستيك انفكشنز زي ما يعني نعرف أنه البراصايت تنقسم إلى قسمين منها الأوليات ومنها الهلمنث مهديداً الطبية ميديكال هلمنث وأيضاً البروتوزوى الأوليات اللي يندرج تحتها الماليريا والشمينيا والتكسبلازمة يعني الخلايا ليش الخلايا أو الطفيليات التي تكون من خلايا أولية تمام؟ نسميها البروتوزوى وفي معانا الجزء الأخرى اللي هو الهلمنث أو نسميه ميديكال هلمنثولوجي هذا يشمل طائفة هذه الدودة والديدان اللي هي لها أشكال مختلفة وأحجام مختلفة وتكون أكبر من البروتوزواء اللي هي الخلايا أو طفيلية أولية فطبعا الاميونيتي يعني بتكون مختلفة في كلاهما طبعا الاميونيتي زي ما حدرسه إن شاء الله في الأيام القادمة أو في مادة المناعة المناعة يعني منها مناعة طبيعية نسميها natural immunity وفي منها مناعة نسميها المناعة المكتسبة أو نسميها المناعة اللي هي الـ specific أو يسميها الـ adaptive يعني المناعة المتكيفة يعني تمام حتى هذه المناعة المتكيفة لـ adaptive immunity تنقسم أيضا إلى قسمين في منها مناعة خلوية وفي منها مناعة يعني نسميها يعني هومورل أو نسميها إنتاج أجسام مضادة يعني تشترك فيها يعني أهم مكون له هي الخلايا يما نقول سليولر وبالنسبة للهومورل أهم مكون له هي إنتاج أجسام مضادة تمام؟ وفي تعاون يعني بين كلا النوعين يعني فلو جينا بس نقسم كلمة مثلا البراصايت نقولنا البراصايت في منها هلمينث في منها اللي هو هيش اللي هو البروتوزوة الأولية تالية هذه يندرج تحتها مثلا لو تنمثال عليها مثلا ماليريال تمام؟ هذه يندرج تحتها يعني اللي هي مثلا الشريطية تينيا وأيضا أسكاريس ويعني انتروبياس وغيرها من أيش أو فاشيولة كلها هذه هنطرق لها لما أيش لما تدرس مثلا مادة الميديكال هلمينثولوجي بشكل مفصل وأيضا البروتوزوة فزي ما قلنا المناعة يعني تتحدد حسب أيش حسب نوعيات أيش نوعيات يعني الطفيل الطفيل يعتبر أيضا من الكائنات ومن الأورغانيزم سليم ممكن تدخل جسم الإنسان يعني تمام؟ ومش فقط تدخل جسم الإنسان يعني يكون مثلا في البلاد أو في التشو فقط لا ممكن تدخل داخل خلية واحدة يعني خاصة في البروتوزوة ممكن تدخل خلية واحدة مثلا في حطة اللشمانية أو الماليريا يعني تغزو يعني الخلايا الحمراء الخلايا الكابتية ثم بعدها الخلايا الحمراء واليشمانية تغزوها الخلايا نسميها الخلايا بالعمية أو اسمها الباباكوسيتك سيلز أو ماكروفيجز بتكون هيش موجودة بداخل هذه الخلايا اللي هي الêuشمانية مثلا لكن الهلمة عارضة تكون هيش خارج الخلايا و أيضا مناعة المناعة التي ممكن تكون كردة فعل من المضيف أو من الهوست عندما يتغزوه مثل هذه الطفيليات استحتاث الجهاز المناعي يعتمد على أشياء كثيرة منها احتكاك مثل هذه الطفيليات مباشرة بالخلايا المناعية هذا أيضا بيحدد نوع المناعة إذا مثلا الطفيل قدر أن يتعدى الخط الطفاع الأول للمناعة بيواجه خط الطفاع الثاني وهكذا وهذا تدرسوها لما تتكلم عن المناعة بشكل عام فالمناعة بإختصار أنه الإميونيتي في منها يعني نتشرل يعني في خلايا وجهاز من ضمن الجهاز المناعي هذا يعني يتصدى للطفيليات بشكل طبيعي يعني مثلا الجلد هذا يعتبر أيضا يعني يعتبر واحد من الموانع أو من المناعة الشعيرات مثلا لي في الأنفة هذه تعتبر أيضا من دخول الطفيليات أو البيوض الطفيليات وغيره مثلا هذا مانع من الموانع يسمى الموانع الطبيعية تمام بشكل تفريق عندها مثلا بين هذه وهذه أي حاجة هي بتصد دخول أي حاجة تدخول أي شيء إلى الجسم الإنسان سبع أن كانت طفيليات أو بكتيريا أو بيروس وغيره تمام وفي مناعة يعني نوع الثاني نسميها ايش نسميها specific أو نسميها adaptive أو نسميها adaptive immunity فالspecific immunity في لها يعني الهومورل وهذا معناه أنه تنتج أجسام مضادة الانتيبوديس وهنا سلولر يتم المناعة بواسط خلايا يعني سلولر معناه أنه يشترك ومكونات الجزء الأساسي يعني كمكون أساسي لهذا النوع من المناعة هي خلايا نسميها يعني التى والبي سيلز نفس الكلمة هنا الانتيبوديس يتمتج بواسط البي سيلز لكن أيضاً بيكون أيضاً في تعاون بين كلا أيش وبين كلا النوعين من المناعة اللي هي تندرج تحت specific immunity المتخصصة يعني معناها أي حاجة تدخل غريبة على الجزء يتم التعرف عليها تمام؟ ويتم تصطي لها يعني بشكل متخصص تمام؟ كل واحد لا يعيش له يعني حاجة تصده فهذه كانت عبارة عن إيش عبارة مقدمة وبسيطة وهنا نقول البروتوز وأرسمول طبعا البروتوز هذه ما قلنا هي أوليات عادة مثل هذا النوع يعني من الأوليات طبعاً نكون خلية واحدة يعني خلية معها سلمنبرين وأيضاً معها النواة وباقي الأورغانيس الموجودة داخلها تمام؟ فالبروتوز وأطينا مثل عليها اللي هي الماليريا وأيضاً الليشمينية تمام؟ بتكون قلنا small and multiply within their vertebrate يعني بلتكاثر تكون صغيرة ولا هلقدر على التكاثر خاصاً يعني بطريقة اللي سموها البيناري فيجن يعني الإنقسام الثنائي البسيط يعني ليست ميتوسيز وغيرها لكنها تقسم إنقسام الثنائي بسيط يعني وهذه أغلب ما بيعني تستخدمه أو تندرج تحته مثل هذه الطفيليات اللي هي الأوليات من ناحية الإنقسام والتكاثر يعني فإنصايت سيلز أيضاً ممكن تكون هذه البروتوزوة زي ما قلنا ممكن تكون داخل الخلايا مش فقط داخل الأنسجة تمام؟ أو بين الخلايا ولكن ممكن تكون داخل أيش داخل الخلايا والتاني المثال هذا يكون الماليريا تدخل داخل الخلايا الحمراء ريد بلت سيلز ولا شميلية تدخل داخل أيش داخل المكروفيجيز فالبروتوزوة يعني ممكن إنها تعمل أيش أه تعمل أمديت سموها ثريت يعني تهديد مباشر وآني تمام آآ ما لم ما لم تمام يعني آآ تكون أيش تكون كونتينيت باي آآ أبروبيت إميون آآ ريسبونس ممكن تعمل أيش ممكن آآ تعمل تهديد يعني ممكن تعمل تهديد آني تمام وتهديد يضر يسمي يعني آآ آني معنى أيش معنى أنه بعد ما تخل يعني جسم الإنسان مثلاته مثل ماليريا وغيرها ممكن تعمل أيش ممكن تعمل تهديد يعني بعد دخولها مثلا تمام أو سواء كان آآ يعني بفترة زمنية بسيطة أو فترة زمنية يعني آآ بعيدة أو طويلة تمام ممكن أيش ممكن يعني تعمل أيش تعمل تهديد للشخص يعني أو للهوست تمام ما لم أيش ما لم يتم احتواءها بواسط أيش بواسط يعني استجابة مناعية تمام مناسبة استجابة مناعية مناسبة طيب هذا بالنسبة للبروتزول لأنها حجمها صغير وممكن زي ما قلنا تعمل تهديد وتعمل أيش تعمل ضرر لأنها بتدخل داخل الأنسجة وممكن زي ما قلنا تدخل داخل الخلايا طيب بالنسبة للهلمنث الذي هي ديدان كبير ديدان أكبر يعني هلمنث هو كبير هنا يمكن أن أقول لكم هذي هلمنث كبير هذي لا تكاثر ليس مثل البروتزول مثل الأوليات تمام تكون تهديدها مثلا للمضيف أو الهوست يكون تهديد أقل ليس مثل البروتوزوان. لذلك لا تظهر عدوى الاولية. فهذه فرقة مدام الحجم لما يكون كبير و مكان وجوده أيضا. هذا يحدد أيضا نوع الاستجابة المناعية التي تكون موجودة. فلما يدخل الطفيل داخل الخلية. فهذا يستحطى الجهاز المناعي أكثر من الطفيل الذي يدخل داخل تجويف معين. مثلا داخل الأمعاء. أو في المعدة أو في الأمعاء الغليظة أو الأمعاء الدقيقة. يختلف. في الاستجابة المناعية تختلف تبعا من الاختلاف أو الاختلاف نوع الطفيل. طيب براسايت أيضا يلسيت بوث هومورل أيضا سيرولر إميون رسبونس. هنا كما أردت لكم مقدمة في المناعة أن المناعة تنقسم إلى قسم المناعة كما أردت لكم مقدمة في المناعة أن المناعة يمكن أن يستحث هذا الجزء من المناعة. سواء كانت سيرولر أو هومورل. يمكن أن يحفزهم. يمكن أن يحفزهم. يحفز الجهاز المناعي على أنه يكون في ردة فعل من هذا الجهاز المناعي الموجود في جاخل جسم الإنسان. طيب. بوث أو أو بط إميونولوجيكال آآ بروتكشن أجينس براستيك انفكشن is much less efficient than it is أجينس بكتيريال and viral انفكشن. هنا بيقول لكم أن المناعة تكون أقل كفاءة يعني ضد البراصايت تكون أقل كفاءة عن ما هو موجوتي من يعني في المناعة ضد من ضد البكتيريا ويعني الفيرل انفكشن أو العدوى الفيروسية سواء العدوى الفيروسية والبكتيريا. بيقول لك أنه بتكون يعني معناها. كلامها معنا أنه يعيش معناه. إنه المناعة ضد الفيروس والبكتيريا بتكون أكثر كفاءة. تكون more efficient. more efficient. هنا بيقول لك أنه البراصايتك انفكشن is much less efficient. بتكون يعيش بتكون يعني أقل من ما هو عليه في من يعني أقينة سبكتيري الأورفيرال انفكشن. طيب. براصايتس are large. خاصة الهلمنث يعني ديدان يعني. and more complex structurally. ومعكدة. تمام يعني أكثر تعقيد يعني من ناحية التركيب. and نتيجة لأنه خاصة للهلمنث للطفيلة تكون الحجم. إذا كان يعني خاصة من النوع الذي هو الحجم الكبير. مثل اسكارس مثل الشريطية مثل الفاشيولة مثل كذا. تمام الاستجابة المناعية ما بتكون يعني يعني بمثل ما هو موجود مثلا في حد البروتزواء. تسير المناعية بتختلف. تمام. ما يعني الطبيعة يعني تركيبية تمام. ويعني سموها الانتيجينس يعني. هذه المستضادات الموجودة على أسطح هذه الطفيليات يعني آآ مختلفة واستحتاج الجهاز المناعي. تمام. بيكون أقل من ما هو عليه في من في حالة البروتزواء. ليش. لأن البروتزواء بنتدخل أكثر. بيتتعمق أكثر. مثل هذه الطفيليات اللي بكون خاصة حجمها كبير. هي بتكون موجودة في ليوما. تمام. بكون في موجودة في تجاوية معينة. تمام. آآ مثلا في الانتستين. في الارج انتستين أو في السمول انتستين مثلا. تمام. في الليبر في قنوات معينة. فاستحث هذا الجهاز المناعي بيكون أيش بيكون أقل مما لو كانت عليه مثلا في حالة الخلايا مثلا الأوليات أو البروتزواء. لما تدخل داخل الخلايا. فاستحثها الجهاز المناعي أكثر لأنها بتكون قريبة أكثر من من الخلايا المناعية والمكونات المناعية. تمام؟ طيب. مني بروتزوان براسايتس مثلا مثلا لشمينيا. آآ آآ تكسو بلازما قوندياي. هذه نوع من أنواع عايش الطفيلات الأولية نسميها أوليات. يعني يكون مكونة من خلية واحدة. تمام؟ ولا شكل معين. ما هي تكون مثلا كذا يعني آآ بهذا الشكل في حادة تكسو بلازما. تمام؟ أو بتكون في حادة اللشمينيا يعني بتكون بهذا الشكل. تمام؟ زي الأمستيكوت. ونحن نحن ندرسين إن شاء الله ما نجي نتكلم على اللشمينيا. فا آآ بيقول لك نوميني بروتزوان براسايتس مثال على ذلك اللشمينيا كل أنواع اللشمينيا. تمام؟ هي يعني يكون نفس الشكل. وتكسو بلازما قوندياي. هذه يعني يعني بارعا خلية وحية خلية. وتكون شكل هيا شكل هيا شكل. يعني آآ الموزة كذا. آآ معناها أنها عالة أن تتطفل لو تدخل جسم الإنسان وتكون داخل الخلايا. انترا سليلر. تمام؟ انترا سليلر. هذا بيوقيها من يعني يعني يقيها من ايش من. دخولها داخل الخلايا. مثل هذا الطفيلة إذا ما تخل داخل الخلية. سواء كانت الخلية الحمراء أو الخلية البيضاء. تمام؟ بتكون يعني محمية. محمية من الجهاز المناعي. تمام؟ لكن يعني آآ وحنتكلم إن شاء الله ما نجي لها. المناعة هي ايش اللي ممكن ايش ممكن يعني تواجه مثل هذا النوع يعني الخطير والمتخفي من ايش من هذه الطفيليات. لما تكون زي ما قلت تقول داخل الخلية فتحاول ايش بتحاول انها تتخفى من 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 الجهاز المناعي. لكن أيضا الجهاز المناعي يلاحقها وينتج ضدها يعني ردة فعل يعني معينة ومحددة. طيب مني براسايتس. تمام؟ بوث بروتزوة أنت هيلمنث. ليف انسايد ذا انتستين يعني في بعض الطفيليات تعيش داخل الانتستين سواء كانت بروتزوة أو هيلمنث. مثلا في حط البروتزوة مثل الجاردية مثلا أو الأميبية مثلا تمام؟ أيضا الهيلمنث مثل الاسكاريس والشريطية وسترونجلويز والانكليستومة وغيرها. هاي تعيش في الاسمو الانتستين تمام؟ لما تكون هي في داخل تجويف معين هذا الاسمو الانتستين مثلا تمام؟ وهذه الدودة موجودة هنا في تجويف. يعني احتكاكها يعني بمكونات المناعية مثلا بالدم والبلاط وغيرها بيكون ايش بيكون قليل. فبذلك استحتاطها الجهاز المناعي بيكون أقل. لان موجودة في تجويف تروح وتسرح وتمرح فيه من 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 أعلى إلى أسفله. الاسمو الانتستين من دون ما يكون في ايش من دون ما يكون في اي استحتاط الجهاز المناعي. فبتكون ايش بيقول لك this location limits the efficiency of immunological attacks. المناعة يعني بتكون محدودة يعني تمام؟ ما فيش إلا إلا يعني ممكن تكون ناتجة عن بعض الإفرازات مثلا يعني الواصط بروديكت مثلا أو الفضلات التي تفرزها أو تخرجها مثل هذه الموجودة هنا تعتبر سموم وتعتبر انتيجينز تعتبر حاجة مستضدات يعني حاجة غريبة. فإذا هذه السموم احتكت بالدم ودخلت عبر الدم تمام؟ فبتحث الجهاز المناعي تمام؟ ممكن ايش ممكن ينتج لها يعني اجسام مضادة تمام؟ مثل الاي جي اي تمام؟ اي جي اسمه اي جي اي هاي بيكون موجود في ايش في الإفرازات يقوم ايش يقوم بمهمة انه يقضي على مثل هذه التوكسينز او الفضلات اللي ممكن تخرج من يعني التوفيل اللي موجود داخل الانتستين زي ما قلنا بيسرح ويمرح لكن فضلاته وغيرها ممكن تشكل ايضا اي تهديد. ومع ذلك فالجهاز المناعي بيكون ايضا لها بالمرصاد بانتج لها اجسام مضادة معينة او ايضا يعني بيعمل لها ردة تفعل ايش ردة تفعل معينة وهذه ممكن تكون ايش تكون يعني كمانفستيشنز كعلامات انه ممكن تطلع على بعض الاشخاص اللي عندهم مثلا هلمنت معينة وبتفرز سمو معينة ممكن ايش ممكن تطلع على الجلد يعني ممكن تطلع على الجلد سواء كان الجلد يعني بشكل عام في الجسم كامل او حتى مثلا الجلد اللي هو قريب منها من وجود او من اللوكيشن اللي موجودة في هذه ايش هذه الطفيلية مثلا في البطن في جدار البطن مثلا ممكن نلاقي ايش نلاقي يعني عبارة عن بثرات او نسميها يعني حبات كذا نتجة عن من عن ردة تفعل تمام الجهاز المناعي والجسم لهذه الفضلات والسموم اللي بتخرجها الطفيلة الموجودة داخل الانتستن تمام ممكن تحصل مثلا علي طيب بيتكلم لك علي نقول لك تريبانوسومة بروسي هذا اختصال تريبانوسومة بروسي واحد من الاوليات اسمه بروسي جامبيانس هذا النوع يعني شباب يعني عبارة عن طفيل يدخل يعني يعني ينتقل عبر يعني دباب معين نقول له هذا في افريقيا طبعا وهذا يسبب ما يسمى بالسليبنك سكنس تمام في افريقيا خاصة طبعا مش موجود عندنا هنا في اليمن فهذا النوع من الطفليات يعني ايش بيقول لك يظهر يظهر حاجة يسميها انتيجينيك فارييشن يعني هذه واحدة من الوسائل اللي ممكن تخفى بها هذا يعني الطفيل الطفيل هذا بيكون شكله بهذا الشكل مثلا تمام كذا تمام وعنواه تمام وفي هنا يعني سمو كانتيوبلاس اللي هو منشأ الصوت ويكون معه ايش يعني فلاج الليم كذا يعني بارعا هدب كذا يعني بساعدها على منع الحركة وهذا يسمي انديوليتيج منبرين غشاء متموج يعني بساعده على الحركة كذا تمام داخل يعني الهوست وهذا بيكون موجود عارة تنفين بين الخلايا الحمراء يعني مش داخل الخلايا الحمراء بين الخلايا الحمراء في البلد هذا يعني النوع من الطفليات تنقل زي ما قلنا يعني ليف فيكتور معين ناقل معين ينقل من الإنسان للإنسان أو من الحيوان للإنسان تمام في يعدي إلى مرضة سمو سليبينغ سيكنيس بيقول لك أنه هذا النوع من الطفليات هو أوليات يعني يتبر من الوايش من الأوليات من البروتوزوة يعني يعني صغير جدا يعني يكون داخل الدم يعني بين الخلايا الحمراء ممكن يطرحها اسمها أنتجينيك فارييشن أشمال أنتجينيك فارييشن يعني مثلا الأسطحة هذه اللي موجودة عليه سطح هذا كامل تمام كل هذا يمثل أنتجينس يمثل إيش أنتجينس يقول لك أنه هذا يعني عبارة عن قشرة ممكن يغيرها بين فترة وأخرى تمام فتغيير يسموها أنتجينيك فاريشن الاختلاف الأنتجيني هذا اللي هو ناتج عن الإنسلاق يعمل الإنسلاق زي ما ينسلق مثلا الثعبان تمام ويغير قشرة الجلد حقا فبيحصل حاجة اسمها أنتجينيك فاريشن يعني مثلا الجهاز المناعي يادوب يعني أنه بدأ ينتج أجسام مضادة مثلا أو يعني يعمل عملية صد مناعية معينة إلا وقد أيش وقد حصل أيش حصل أنتجينيك فاريشن أنه قام هذا الطوفي اللي يبدل حقا القشرة هذه بقشرة جديدة معناها أنه الجهاز المناعي يبدأ من جديد يتعرف من جديد ويعني ويخصص يعني مناعة أو صد يعني جديد تمام يبدأ من أول وجديد وهذا كان اللي عمله في السابق خلاص انتهى تمام هذا أيضا يعني من الأشياء اللي تنتنهيك هالجهاز المناعي ويعني كوسيلة يستخدمها بعض الطفاليات في التخفي سموها Immune Evasion Immune Evasion طيب من النيماتوتس يعني كثير من النيماتوتس يريد سموها دي دان حلقية يعني تمام يعني بعض الطفال تنتصر يعني بعض الطفال تنتصر يعني بعض الطفال تنتصر يعني معها قشرة خارجية تمام وهذا القشرة خارجية يعني أنتجينيتيكال يعني كمستضبط يستحث الجهاز المناعي يكون خاملة تكون خاملة فالشيء اللي بيحصل انه استحثاثها للجهاز المناعي او تحريضها للجهاز المناعي بيكون قليل بيكون ايش بيكون قليل انه ما بدرش تعمل استحثاث الجهاز المناعي فبيكون ايش استجابة مناعية قليلة يعني لكن مثلا في حادة الشمينية مثلا دونوفاني طفيلة اللي اولية زي ما قلنا الاشمانية بس يعني يكون احشائية تمام مش فقط في الجلد لانه في منها انواع في الجلد وفي تحت الجلد وفي احشائية اللي برد السبلين الليمف نوت البون مرو بتعمل ايش بتعمل ضرر بالغ يعني تودا الريتكولو اندوثوليالسيستم الريتكولو اندوثوليالسيستم يشمل ايش يشمل السبلين تمام ليبر تمام يشمل ايضا البون مرو تمام ضرر بالغ تمام في ايش يؤدي الى توليرانس يسموها تحول التحول المناعي نتيجة الاكستنسيف ضرر بالغ اللي بيحصل فالاطفال مثلا خاصة لما يكون اطفال يعني يصابوا مثل هذا المرض يكون قاتل يعني يعني يلحك او يعالج في الفترات الاولى من ظهور المرض هذا فهم يكون ايش يكون ضرر بالغ يؤدي الى يش يؤدي الى يعني تهتك و ضرر بالغ في الليفر والسبلين والبون مرو مما يؤثر على تصنيع باقي ايش باقي الخلايا المهمة في يعني الجسم الانسان زي الو بي سي والبليتلتس والار بي سي وغيرها طيب بالنسبة الانتروبس فرميكلارس هالي يسموها يعني نوع من النوع عديدان دبوسية طبعا هالي نوع من النوع عديدان Do not preach the integrity of gut wall ما بدأ اثرش علاما على على سلامة يعني جدار يعني الامعاء هذه موجودة في الامعاء الغليظة large intestine يعني تعمل الانفكشن حكا في large intestine فبيقول لك ما دام هي موجودة في اليومان هذا large intestine مثلا تمام وهذه الديدان الدبوسية الصغيرة هذه اللي تعمل مشاكل وتعمل حكا وكذا في فتحة الشراج وغيرها احتكاكها يعني يسموها جدار يعني large intestine قليل لذلك يقول لك ساكن في تجويف معين في غلاف معين في منطقة معينة تمام ما فيش اي علاقة له يعني بالمكونات المناعية مثلا او الجدار هذا التجويف ما بيحتكش فيه يعني يمسكش فيه فما بيحصلش ايش ما بيحصلش استحتاث الجهاز المناعي في المناعية في المناعية 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 تتبكى فقط لفترة لفترة وجود الطفيل ما دام هو اكتف ما دام الطفيل هذا اكتف ونشط تمام ممكن يكون فيه مناعة يسموها مناعة مصاعبة او يسموها خلاص حالما يحصل يعني ان cohort المناعة يعني تختفي المناعة ايش تختفي فهذا نوع يسموها مناعة مصاعبة وسموها مات من المناعة أو يسموها أو يعني يعني ما بتكون تستحث الا في وجود الطفيل ويكون ايش يكون ايضا نشط طيب لو جينا نتكلم على مثلا ما هي The protective immune response has four arbs لها يعني تم من قلق الأربعة الذرع يعني اللي هي Cythotoxic T-cell Natural Killed Cell Activity Macrophages Antibody Reduced by Lemosite طبعا لو جينا نقسمها ولا نصنفهم يعني حسب التصنيف اللي تكلمنا عليها لولا الهمراء والسليلر هذه تعتبر ايش تعتبر نسميها Cellular immune response response Natural Killed يعني نسميها natural immune response أو سليلر يعني natural immune response او نسميها natural immune response اما الantibody produced فهذا نسميها نسميه طبعا هذه كلها تستحث يعني سواء كان من الطفل من الأوليات اللي هي البروتوزوة أو من ايش أو من الهلمنث لكن هذه تكون استحتاثها أكثر من من البروتوزوة من من البروتوزوة تمام The main classes of antibodies يعني أكثر يسموها أصناف الأجسام المضادة اللي ممكن تنتج هي يسموها IgM وال IgG وال IgE وأكثرها هذه وأكثرها يعني اللي هي IgM خاصة في المراحل الأولى وال IgG في المراحل أيش المتاخرة ويسموها المراحل المزمنة يعني كلما كان يعني الانفكشن مزمنة كلما ظهر أيش ظهر هذا يعني يتحول من IgM إلى IgA إلى IgG أما IgM فهو يعني دليل أو يشير يعني زي يقول لك إلى recent infection إلى عدوى لسه حديثة يعني أما IgG إذا كانت مرتفعة في الدم فهذا دليل على من يعني أن الانفكشن لها أيش لها يعني على غزارة الانفكشن يقول لك أيضا أن الانفكشن لها يعني فترة كرونيك مزمنة أما هنا بيكون أيش بيكون معناها recent أو زمية acute infection وهذه أيضا مستخدمها يعني كتشخيص وحنتكلم عليها إن شاء الله ونتكلم على diagnosis of parastic infection الرسم hillmints and ectoparasites بعض الضوء أيضا ويctoparasites الضوء عارفة تطفل على مثلا الجزاء الخارجية من الجسم ممكن هذه ممكن تستحث يعني إنتاج أجسام مضادة خاصة من نوع lige وهذا الـ IGE يكثر في الأشخاص الذين لديهم هايبر سنستيفتي فرض التحسس سواء كان هايبر سنستيفتي هذا نتج عن طفيل أو غيره يقول لك أنه أيضاً بعد هذه الاكتوبراسايت ستكون على نوع تطفلها أنها تطفل على منع الجزء الخارجي من الجسم وأيضاً بعض الهلمنث ممكن تستحث إنتاج مثل هذه الاعتسام المضادة لكن غالباً أكثر ما ينتج هي الـ IGM والـ IGG وأيضاً الـ IGA والـ IGA هذا ممكن يعني يستحث بوصل جهاز الملايق خاصة يعني في الأمكان اللي فيها إفرازات مثلاً في الـ Intestine لو في عندها مثلاً الجير ديه ممكن ممكن تستحث إنتاج الـ IGA أكتفي بهذا القدر وإن شاء الله يعني نلقاكم في المحاضر القادمة نتكلم إن شاء الله على الـ Laboratory Diagnosis ترجمة نانسي قنقر